رب الأحد على أمه هناك موقف للأمانة أنا هذا أطر علي الآن والله أني ما زلت عليكم به القصة أشهد علي الله شخص كان متزوج أو متزوج وزرته والله الموقف هذا عجزة الموقف هذا أني ما أنا قادر أقوله فما أدري كيف يعني بس بقوله لعل وعسى أنه يكون خير للناس والله أن أمه تتكلم أمه ممكن من أن نعلم فعالي لكن والله بيت بناها اللهنا ما ترضى علي كبر الشعرة والله بيت بناها الله ما ترضى علي كبر الشعرة لكن من نوع الانفعالي معاه تنفعل معاه بعض الأمور بس يعني أنت لي كده وأنت كده تعاتبه والله بيت بناها الله ما ترضى عليه كانت كبر الشعرة بسبت أنها كانت بغت تديني أنا وتكلمت علي عشان جبت طريق مرة بسوء بسوء فهم غلط أنا ما جبتها بسوء لكن يعني زي ما تقولون بعتب عند ناس وفهموا أني أنا أتكلم فيه والله العظيم إنها شوي وتأكلني أنا يا أحمد كبرتها بصد فهو أنت فلان يا والله فلان لو تجيب طاري وطاري فلان فلان لو أريك موقف هذا قديم صار مين تنادي أمه يسفهها تزوج تسحب عليها حملها تناديها ما نسيت نبراتها يوم سمعت صوت يا أوليدي تعبت أمه مع ليا متعبت تعب كبر يا أوليدي تكفى يا أوليدي والله بيت مبنىها الله إني ما نسيتها يا أوليدي أنا مدري فكان يسمع كلام أنتم ممكن تقولون كيف كان يسمع أنا مودي أحكي أحداث القصة بالضبط لأنني ما أبغى الشخص يسمع أو شيء لأنه مستحيل أنه ممكن يسمع أو شيء أو يفهم لأنني ما رح أحدد بالضبط إيش هي حداث القصة بالضبط لكن أنتم أنا بقول لكم السمع و أنتم عاد والله بيت مبنىها الله ما زلت ملات لا تسون كيف سمعت و كيف أنا مريت الزبدة أني أنا سمعت و كنت بالموقف هذا حاضر والله بيت مبنىها الله هذا نحلف لكم منها تقول يا أوليدي تعبت تعبت عيد أي تعب عدفهموها يا أوليدي تكفى يا أوليدي والله أنه يسولف معاي و أقول لهم كتنادي قال سمعني و خلنا بالشغل هذا لا أنا ما عليك عادة هذه قلت يا أوليدي يا أوليدي يا أوليدي أنا و أنا يا أوليدي يا أوليدي تعبت تعب كبر تكفى يا أوليدي كان حاطنهم من مكان يعني قال طيب أنت لي ما تجيب لها لي ما تعاونها لي 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 قال بس خلّة خلّة يا أخي خلّة بالبلمر هذا بقول الله لا يبلانا و يهديه و يهديه و كانت تنادي و يسفهها والله أني جالسة أذكر أصواتها و نبرتها أنا ما ودي أفتح موضوع كذا لكن فقط أنا كان جوّي الآن براسي و مور كدير أضحكم و أناس لكن غصب تناديه 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 والله أني بغيت أصف قبل لك أن تأمن من درجة أني ما تحملت و قبت مشيت تالله يا أوليدي ما تحملت الموقع لأنني جاس أتخيل أني أنا ما بيتخيل بأمي لا الله يخليها لي أمي اللي تبور قبت يعطيتها أتخيل أنا أني مكان الأم أو أنا يا أحمد كبرت مع الأيام و أنادي عيالي كده يا أحمد أنا أبو أناديهم يا عيال متى الواحد يفهم أنه سيمر على هاللحظة أنا بعرف متى أحد يفهم أنه سواء البنت أو الرجانك سيمر على هاللحظة يا أخي والله العظيم على عيني و راسي أنت متزوج على عيني و راسي و على كل شيء لكن الله يأخذ عدوك عياك راح يفعلون زي فعلك والله اللي تذكروا راح يجي اليوم اللي يطيح فيه إن الله همد بعمرك بالصحة والعافية حتى لو كنت صاحي ولا فيك ولا مرض لو وصل عمرك التسعين أو ثمين راح تطيح طايح طايح ما راح يقومون للفيك اللي عياك والله أني مشيت منه يشهد علي الله يا ناس أني مشيت منه أني ما قدرت أتحمل موقف وأنا من الناس المحبة الرجوع اقتركت دارة الأيام توفت هو كان يعني شهي الهم مننا يعاوننا و يعاوننا و يعاوننا يقولنا وديه هنا آه مش كان نذكر كيف هو صغير يعني هو من معرفة ذكره كيف هو صغير و يتعاونه و تشيله تخاف عليه و توكله يعني و عمره يعني عمر نقدر نذكر فيه و بيتوكله و واي وئيدي يا وئيدي يا وئيدي يا وئيدي و زينا وئيدي 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 و Ок regardless يوم يتعبت تخال الله عنها يوم التوفت جاء قال أحساب أنه تلحق عليه حسائف لكن إذا أرى أنه جزء من الندم وأنا لا أتأكد أنه ندمان وإذا لم ندم الوقت سألنن بعد فتكفوا تكفوا من عندهم كبيرة بالعمر يتكلم عن الأمهات الكبيرات بالعمر التي لم تستطعوا أن تقوم بنافسها أو أب تكفوا لو تقصها من لحمك وتعطيها